أكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي أنه لا حل لأزمة السودان عسكرياً وأنه يجب وقف القتال فوراً دون شروط مسبقة وأشدد المجلس على أن القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي كاشفاً عن أن عدد النازحين بسبب القتال في السودان وصل لأكثر من 700 ألف حتى التاسع من شهر مايو الجاري من جهته شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في السودان بموجب القانون الإنساني الدولي داعياً لتنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة في السودان برعاية الاتحاد الأفريقي